افتتح وزير الخارجية سامح شكري فعاليات الندوة التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية والمعهد الدولي للسياسة والاقتصاد بصربيا بمناسبة مرور 115 عاما على بدء قامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا أشرت الخارجية أن الوزير سامح شكري أكد في كلمتي على الشراكة الراصخة بين البلدين على مدار أكثر من قرن من الزمان استنادا إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المشترك لمصر وصربيا في إطار حركة عدم لانحياز نحو تعزيز احترام السيادة وحدة وسلامة الأراضي والتعايش السلمي وتحقيق التحرر الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية